هاي كيف كون؟ كمانا تكون بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الاسد رح حاول احكي فيه عن مشاعر الحبيب نوية وإلى ما ستقول علاقتكما كذلك رح تحدث عن مشاعرك انذا يا برج الاسد ونويةك رح عامله بطريقة المرايا كذلك رح تحدث عن العزيب عزيب برج الاسد رح نكشوف ونحاول نكشوف يعني عن قدوم شخص اذا كان اذا فيه لها هيك انا بقول وبعيدة وبكررة انو لازم تشوفوا الفيديو اللي بتحسوا فيه اكتر يناسبكن يعني لانو هذه القراءة انا بعملها على البرج الشمسي والقمري والطالحة حاولوا تشوفوا الفيديو اللي حسيتو يناسبكن اكتر وهيدا كل شي يعني قد تنسوا كذلك انو تدعموني باللايك وبسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لايسكن كل جديد بحطوه بالقناة وشكرا لعلكم عمشوف حاليا انت يا برج الاسد كأنو حاسس انو كأنو نولدت من جديد انت يا برج الاسد حاسس بحب يعني بقلبك شو علت نار وشو علت حب حاليا كأنو انت بداية علاقة جديدة او ممكن انت يا برج الاسد قود تجددت العهود بينك وبين الشريك وعمشوفك حليا عم تهتم للشريك وفي مشاعر كتير قوية نحوه عمشوف كذلك حتى الشريك بهذه المرحلة يهتم كتير بالعلاقة كتير متعلق بهذه العلاقة في كتير مشاعر جيشة جواته للشريك بيغار عليك هذا الانسان بيحسك التوأم شو عليه أو توأم الروح بالنسبة لإله كمين أنت عم شوفك يا برج الأسد كأنه أنت عم تخفي مشاعر نحو هذا الانسان ممكن ما صارحته أبدا بهذه المشاعر عم تعمل أنه أو بتبين لهذا الانسان أنه أنت أوي وأنك مش على باله مش على بالك أنت يا برج الأسد بس عم تفكر فيه بزيادة عم تفكر فيه بزيادة وعم شوفك بدك إيه بدك تستقر مع ده الشريك يا برج الأسد حتى هو عم شوف فيه مشاعر غيرة بالنسبة يعني ممكن أنتو عم تغاروا على بعض وعم شوف أنه فيه أشيء متل بتجاكره بعض يعني كل واحد بيعمل أشيء ليحسس الآخر بالغيرة هيك أنا عم شوف بهذه القراءة حتى هو بيحبك بس بيقلبه وبشعره لأنه أنا عم شوف طاقة الحبيب وحتى طاقتك أنت يعني في مشاعر مخلوطة بين الحب وبين الشك والغيرة والتعلق معارفين يعني تفصلوا بين هذا الشيئين لأنه هو بيغار عليك بالنسبة كبيرة وكذلك أنت بتغار علي عم شوف حتى فيه مناوشات أو مشاجرات بينكم أنت كذلك يعني محسسه للحبيب على أنه مش همك بس جويتك في شعلة حب كتير قوية عم شوف كذلك حتى الأشيء اللي ما بتحبه بهذا الشريك ممكن هذا الإنسان أو قيت بيبتعد عنك أو قيت بيهملك وإنت ما بتحب هيك أبداً أنت شخص بتحب أنه الإنسان يعطيك اهتمام كله ما تكون فقط من محضة الذكريات أنه تكون شيء وشخص يهتم فيك يعني تكون شخص يهتم فيك الشريك كتير حتى الأشيء اللي بتحبه فيه أنه ما بينساك أبداً حتى لو حصل أشيء كتير بينات تكون معا ما نساك عم نضل يفكر فيك لهيك أنت بتحبه يعني علاقتكم بتحسوها أنه قدرية بتحسوها أنه خلقته لبعض لأنه عم شوف هون حتى هو عم يشوفك أنه أنت قدره بالرغم أنه في مناوشات وفي غيرة طفيفة بيناتكن بس عم حسكن أنه بتحبه بعض كتير حتى أنه أنتوا مقادرين يعني تفصلوا الطاقة السلبية عن طاقة الحب يعني اللي هي الشك والغيرة والتعلق معارفين أبداً عم شوفك كذلك أو هو عم يشوفك علا أنه أنت كتير ناجح وكتير مشهور وكتير مرهوب وكتير في بنات عم يتطلعوا فيك وممكن رجال عم يتطلعوا فيها للمرأة وهذا بيحسسوا بالغيرة هذا بحسس هذا كأنه سبب المشاكل بيناتكن هذا هو سبب الغيرة بيناتكن بس يا برجل إذا تحاول أنه يعني تتواضع شوي لأنه أنتوا يعني بطبع كون هيك تجدبون الشخص الآخر وهذا يعني يجعل الشريك يعني يغير بالنسبة كبيرة عم شوف كذلك حتى الأشياء اللي عم يشوفها كإيجابيات بالنسبة لك أنه بيشوفك شخص ما بتنسى كل يعني بتقدر الأشياء البسيطة ممكن إذا عمل شيء معك حلو ما بتنسها أبدا تتذكروا دائما شخص وفي بالرغم من أنه في كتير أشياء حصلت بيناتكن بس أنت ما بتنسيه وما بتبتعدوا عن بعض كذلك عم شوف نواية يعني نواية الشريك أو نيتك أنت بالضبط أنه أنه تحسنوا العلاقة أنه يكون في ثابت بالعلاقة لأنه أنتوا ما ما في ثابت بالعلاقة وما في يعني في حب قوي بيناتكن بس في نوع من الغيرة والشك والغيرة المرادية كذلك عم شوف أنه الحبيب أو نية الحبيب شوفوا هو متقلب حاليا حازز حاله متقلب جدا ومصدوم جدا كأن تعرض لشيء أو قلت له أنت شيء عم يشوف أنه كأنه تعرض لصدمة ممكن هذا سبب الغيرة والشك وهذه الأشياء عم يعني كأنه رح تنهي علاقتكن أو رح تسبب ألم لعلاقتكن بعم شوفها فيها حب بس معارفين تفصلوا بين الحب وبين الشك والغيرة عم شوف كذلك الحبيب بده يكمل معك حياته وبده تكون معه بالبيت يعني تكون تكون أسرة أنتوية بس معارفين يعني معارفين أبدا حاليا كأنه في خصام خفيف ما عم شوف في مشكل كبير بينتكن بس عم شوف كأنه في غيرة وفي شك كذلك العلاقة أو نهاية علاقة وإلا ما ستقول علاقتكما عم شوف أنه حلو يعني عم شوف في لمة لأنه في حب كبير بينتكن ممكن تكونوا أسرة تتزوجوا تعيشوا سعادة بينتكن حتى لمة جميلة بينتكن كأنه حلم ورح يتحقق رح يكون استقرار أكيد بس حاليا كأنه ما في استقرار بينتكن في زعل كأنه زعلانين من بعض لأنه ليش بنحب بعض في كل يعني الأشياء اللي أو المسببات لنكون سعيدين مع بعض بس مش قادرين نلاقي حل بيناتنا كاملين عم شوف شغلة يا برج الأسد أن الطاقات اللي عم تطلع عندي عم يطلع عندي برج الأسد برج التور برج الردي عم شوف كذلك حتى برج الدلو يعني عندي هذه الطاقات في كتير يعني أبراج نارية مع أبراج مائية وحتى هوائية حتى التراب يعني بيطلع بهذه القراءة أما للناس اللي عزيب عم شوفهم عم يراقبوا شخص من بعيد كأنه معجبين بشخص وبدهم يعني بدهم يعني يكونوا معه بس عم شوفهم عم يراقبوه من بعيد يعني يتمنوا أنه يحكوا مع هذا الشريك بس حاليا ما عم شوف أبدا في حكي كأنه عم شوف أنه في مرأة تحول بعينتكن كأنه مرأة يعني مترك لهذه العلاقة أنه تنجح كأنه هي حاجز بينك وبينه بين هذا الشريك أو هذا الشخص التي معجبين فيه ممكن يكون عندك مشاكل قضائية مع هذا الإنسان أو هذا الإنسان بس وارد أنه تكون مرأة بس أنا يعني بشهر يناير ما عم شوف في قدوم شخص عم شوف في تفكير ومراقبة من ناحيتك أنت بس ما عم شوف في رجعة ولا في قدوم شخص جديد رحاول أحكي أو شوف الأوراق وشو بتعطيك أنت يا برج الأسد لشهر يناير ثلاث ورقتين ثلاث ورقتين ثلاث وفاة ثلاث ورقتين جداب اكتر ما تكون انت نفسك. انه كأنه انت بتكون جداب اكتر او تجلب الشخص الاخر للك لما تكون انت على حقيقتك مو بتمثل شخصية اخرى. كمان بقلك انه هاد الاشياء اللي عم تتعرض له من يعني تحريد وحكم علي الناس عم تحكم عليك وعم تحس بك كتير اشياء سلبية. كلية هيدا راح تساعدك يعني راح توصلك لمرحلة انت راح تعرف قيمة الشخص يعني كأنه هاده المراحل السلبية لما بتمر فيها راح تعطيك تجارب بالحياة وراح تعطيك خبرات بالحياة. كأنه لازم انتو وهادي دعوة للكون يا برج الاسد. انه هاده الاشياء اللي عم تحسوا فيها من غيرة من مشاعر سلبية بهذه العلاقة راح تجعلكون تفكروا ميت الف مرة. يعني عشان تلاقوا الحل يعني المناسب بيناتكن. لازم تمروا من هذه الاشياء المش حلوة عشان تصلوا الى الشيء المناسب. كذلك على انه دعوة انه ما تغير من شخصيتك. انت جداب للشريك لما تكون انت نفسك. حتى للناس اللي عم شوفهم عزيب ما تغير من شخصيتك. انت حلو هيك. اه اه لا ترضي احدا لانه انت يعني من يحبوني يحبوني هكدا. كمان عم شوف انه اه انه هاد الحب الجميل بقلبك يا برج الاسد هو تافع او السبب اللي رح يحميك من كل شرور العالم. عم كمان عم شوف فيه استيشفاء. رح يحصل للك. اه 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 وممكن يحصل لهذه العلاقة. انه انا انا عم شوف انه هايدي الكارتين اللي بيت اه اللي طلعوا الجورديين والا 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 والبلاسينج. كمان عم شوفهم كأنه اه 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 كأنه رح هاذي العلاقة محمية اه من كل الشرور. حتى لو فيها غيرة حتى لو فيها طاقة سلبية. اه لانه فيها حب جميل. هذا الحب هو اللي رح يحمي هاذي العلاقة. كمان عم شوف انه اه لازم انه تشيلوا كل الطاقة السلبية اللي بهذه العلاقة. اه تشيلوا كل الكل الاشياء اللي مصحية ابدا. اه بقل لك. you are extra sensitive to energy and emotion right now. honor. yourself and your feeling. اوكي بجلك انه انه اه جد تحسيس حاليا لا لا للطاقات اه 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 نطاقات يعني اه خارجيه اه كن صريح مع نفسك بما تحس يعني اه كأنه انت بهذه الشهر حساس زيادة وحساس لكل الأشياء اللي عم توحيت فيك أنت يا برجل أسد ممكن لهيك أنتو زعلانين أو متخاصمين مع بعض لأنو عمشوف في مجاكرة أكتر من خصام علانة لأنو أنت حاليا حساس كتير يعني الكلمة بتأثر فيك حاول أنه تكون صريح مع نفسك وأنه تكون واقع جدا ويعني لازم الحب يخلب التاقات السلبية مثلا الأنفة والتكبر والأن العالية لا ما لازم تكون كتير عالية لأنو الحب دائما تعطيه أولوية زي أنت تحسس حالك يا برجل أسد تكتبر شيئا تحسس حالك يا برجل أسدقائي